مكوّن من الخبراء وغيرهم اللي استمر أربع تيام في السودان الوفود غدرت الخرطوم العاصمة السودانية الجميلة اللي أنا شخصيا بحبها وبعشاءها وبحب بعود فيها في منطقة اسمها المجرن المجرن دي اللي هي التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق منطقة في غاية الجمال والحلاوة وبتشوف فيها طبيعة لم تحدث من قبل وانتلاقي نهرين بلونين المية علشان يتوحد المصب ويأتي باتجاه مصر دولة المصب التانية يعني السودان دولة مصب أولى ومصر هي دولة المصب الأخيرة بالنسبة لنهر النيل اللي هو زي ما اتفقنا هيريدوات قال على مصر هي حبة النيل يعني الموضوع بالنسبة لنا مش موضوع ماء معدي ولكن هي الجملة اللي دايما الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقولها إنه موضوع نهر النيل بالنسبة لمصر هو موضوع حيا نهر النيل طيب لجنة صد النهضة اجتمعت انتهت الحقيقة إنه ما وصلوش لأي شيء من الموضوعات اللي هي يعني يجب التفاهم عليها ويفترض إنه فيه توقيع للاتفاقية الإطارية طبعا انتو عارفين إن الاتفاقية الإطارية وقعت ما بين دول حوض النيل من قبل باستثناء مصر وربما السودان هم الوحيدين اللي ما وقعوش عليها باعتبارهم دولتين المصب القصة كلها كالتالي معلش اسمحولي أقرأ بعد إذنكو يعني أنا دايما أحب عيني تبقى في عينكو لكن لازم أقرأ هذا الكلام كلام بيقول أنه الوثيقة المفروض بتتؤكد على أهمية وجود مبادئ تحكم التعاون فيما بينه بين الدول اللي هي مصر والسودان وإثيوبيا للاستفادة من مياه النيل الشرقي النيل الشرقي اللي هو النيل الأزرق اللي جاي من البحيرة بحيرة فيكتوريا ثم يعني إلى بحير التانى أنا أسف بحير التانى في إثيوبيا وبيتحدث عن سد النهضة وضرورة التغلب على الشواغل والقضايا العالقة التي تؤثر على دولتين المصب في مصر والسودان وده يعني دولة المنبع باعتبرها إثيوبيا ودولتين المصب باعتبرهم السودان ومصر بذلك تكون إثيوبيا قد حصلت على اعتراف مصر يعقوبه اعتراف عالمي بشرعية السد المقام على مجرى نهر النيل بارتفاع 170 متر وبعرض 1800 متر وتعتقد مصر أن بناءه أن بناءه سيقلل من حصاتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من الماء طبعا كان في وقت من الأوقات السودان مدي المصر كان سد النهضة يعني أو كان مصر يعني بتستفيد من حصة من السودان بموجب اتفاقية سنة 59 ولكن خلص سودان استردت نسبتها وحصتها وأصبح هذا الوضع قائم ودي اتفاقية مبرمة لا يمكن اللعبة فيها حجة إثيوبيا طبعا في تقاسم ياه النيل اللي هي موقعة منذ العشرينيات في القرن الماضي هي أنه وقعت ببان الاحتلال حقيقة ما فيش اتفاقية كتير جدا كانت موقعة ببان الاحتلال وحددت قصص كثيرة في هذا الوقت ولكن لم تتراجع دولة عن التزاماتها زي ما إثيوبيا بتعمل الوثيقة اللي بيقال إنها بتعدل التوقيع عليها في غضون أيام هي وثيقة يصفها المراقبون بأنها غامضة واللي هم طبعا بيصفوا الشأن السوداني فإحنا هنا بنتكلم عن وضع محدد في سد كان بيتبني السد ده إحنا لحد الوقت بنقول بنعترف بتطلعات الشعب الإثيوبي لتحقيق التنمية على ضفاف نهر النيل لأنه طبعا دي مسألة وإحنا بنساعد يكفي أن أقولك أنه المقاولين العرب بتعمل مشروع طاقة كبير جدا في إثيوبيا لتوليد الكهرباء سيؤدي إلى نمو وازدهار وانتعاش في جميع منح الحياة في إثيوبيا إذن مصر بتساهم في عملية التنمية ولكن بالنسبة لنا المية هي زي ما قال الرئيس السيسي هي مسألة حياة مسألة حياة وأنا بكلم عن أنه الاتفاقية اللي حصل أنه السادة دلوقتي في الخرطوم اجتمعوا وانفضوا دون أن يكون هناك حل على عضاء مكتب الاستشاري وطبعا موضوع صد النهضة وإحنا بنتعامل مع هذا الموضوع في إطار من الود الشديد مع الجانب الإثيوبي إلا أنه طبعا هناك مصالح مصرية كمان الرئيس السيسي دايما تحدث عن ضرورة استيقانتها وعدم المساس بها